كم تنسايد؟ من لسه دخلناش في الكم الغاية دلوقت بس انت كان ليك دايماً ماقولها معاني ومش خاصة شراء والسلام انا قلت لك من يعني انا قلنا بتكلم عالصفقات لما قبداية الموسم قلنا الاهل ما جابش صفقات كتير جابت شادي ومصطفى ساعد ميسي وجاب سافيو فانت قلت وانت قلت ان فيه شرطين في الصفاة اما انه يبقى العيب دولي فانت عارف استمراريته قوته اداءه وحيفيد الفريق او على الاهل لو مش دولي انت عارف انه مفيد ويتحمل الضغوط اللي موجودة الضغوط اللي موجودة يعني وشفنا ان حتى صفقات اللي الاهل يجابها في الشتاء فادته يعني شفنا مبارخ اداء عبدالفتاح مؤثر جدا في ادفاع النادي الاهل وكان كواس جدا شفنا مروان لما نزل ماتش سموحة ومبارح شوية يعني فهي مش بكتر الصفقات تلصة مقتنعة بالفكرة دي طبعا يعني دي قناعة شخصية جواي يعني الموضوع مش ان انا جايب عشر صفقات او اتناشر صفقة طبعا اذا كان بيقولك ان المواهب قلت وانك والت اللاعب اختلف دلوقتي طبعا الناس تعمل ايه طبعا الناس تجدد صفوفها ازاي يعني يعني انا بجيب احسن من اللي عندي ده الطبيقية ايه ما انا اه سؤال احمد تتكلم في النقطة تمامة انت المحترفين الخمسة المحترفين يفرقوا معك بشكل كبيرجت في الاندية كلها مش في اهل وزمالك بس خمسة ايه هتلاقي كل الاندية اللي ماشية بشكل كويس هقولك على حاجة المقولين العرب الفرقة اللي ماشية بشكل كويس بقى اقل امكانيات اللي فارق معها المحترفين اللي موجودين عندهم صحيح انا هتكلم عن نادي الزمالك بس في حاجة بسيطة ان الصفقات نفسها انت متعرف المدير الفني هو المختارها والإدارة المختارها ولو مدير الفني المختارها يبقى هو الراجل اللي فشل في ان هو هتجيب صفقات كويسة لان هو اختار اللعبة اللي موجودة لو الإدارة ما فدتش بالشكل المناسب ما ظهرتش بالشكل اللي يفيد نادي الزمالك يتكلم عن العمر الواقع في المطشاط اللي احنا شفناها في الـ 14 مبارا بتوعد داو ما فيش حد فرق منهم مع نادي الزمالك في اداء او كسب ما فيش حد لفت نظرك خالص؟ او كرجل متخصص يعني بقى امانة ما فيش حد ادالك ان هو هيفرق مع نادي الزمالك يعني هيبقى بدليل هتلي مثلا حد من الصفقات من المصريين هيروح منتخب مصر خلال الفترة جاء مش هتلاقي حد من الموجودين اللي جابهم نادي الزمالك ولا في حد بتقول لو خد استمرارية هيبقى كويس ما فيهم ناس بتاخد استمرارية جاء الملعب بس الاضافه اللي جاء الملعب متعملتش ما تعملتش بأمانة فهي النقطة انت كمدير فن حتى لو البدارة هي ليجابة وانت موجود فدي نقطة سلبية بالنسبة لك انت ان انت راضي ان الصفاقاء دي يكون موجودة حتى لو مختارها لمدير الفن انا بكلم لو هون مش مختارها لو هون مش مختارها فهي نقطة سلبية ان انت زي يعني انت مش مختارت صفاقات كلها و بعد كده تلاقيهم في الملعب النقطة التانية لو انت اللي مختارهم فهي برضو حاجة صعبة غير لان انت جايب لعيبة اه لعيبة كويسها في قنديتها ولعيبة مشت بشكل كويس بس انت جاي انجوا الملعب بعد ما جوا من نادي الزمالك لا مفيش اي جديد طب انا اسألك سؤالها مصطفى شغالبي ده كان الاهل عايزه وفي شكل معلن يعني ما كانش الاهل مخبي الاهل اه 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 عايزه رئيس نادي ام بي ايه اللي حصل على فكرة ممكن انا كسيد معوة اروح نادي الزمالك مانجحش انما لو كنت روح تنزل اهله كنت انجح ممكن اختلاف طريقة اللاعب بتاع الفرقة اختلاف اللاعيبة اللي حواليك بتفرق بشكل كبير جدا يعني مصطفى كان ينجح بالقال عن الزمالك الله اعلم بس انا هتكلم مسلا على خالد عفتاح خالد عفتاح ان اتكلمنا قبل مطشب يومين خبيسة ما كنا مع بعض قلتلك انه الراجل اكيد يعني ممكن هيلعب هاني جوه الراجل فاجئنا انه هو هلعب خالد عفتاح نظبوط مكان حساس جدا اه في مكان صعب جدا وهو ممكن يكون لعبها في سموح قبل ما ييجي بس في النادي الاهلي مطشق الوزمالك واول مباراة ليه من قلتلكم اكيد ما حدشقاله انه ده مطشق الوزمالك هو لسه لعب سموح هو لوعيد بروده واداءه مش ممكن يكون عنده احساس مطشق لا انا بشوف ان ده نجاح كبير بالنسباله ونجاح كبير للمدير الفني صح انا شفت عندي رؤية في العيب وشفته في التمرين خلاص الموضوع بالنسبالي بقى عندي قناعة ان العيب كويس خلال المباراة نفسها دي كانت مفاجئة المباراة في رأيها بأمانة ومنفاجئة نكحة جدا انت بتكلم في العيب اول مطش ليه اهل وزمالك انا فيه كرة عمل فيها تاكلنج اللي كانت جوهة 18 هو لو اتأخر ثانيتين بللت هي ضرب الجزاء وكان هيصعب المطش بشكل كبير جدا انما التوقيت مهم جدا فانا شايف ان دي من الحاجات من نجاحات النادي الاهلي فيه اربع حاجات مؤثرين جدا انت بتكلم على جمهور واقف هراج بشكل كبير جدا واقف مساند للعيبة بشكل كبير جدا وده من الحاجات الايجابية اللي فرقت في اداء النادي الاهلي بتتكلم عن ادارة واقفة برضو وراء اللعيبة يعني مفيش في يوم من الايام حتى في النتائج السلبية محدش تلقع حاجم اللعيبة محدش تتكلم على اللعيبة بشكل وحش تتكلم على جهاز فني حتى في اسوأ الظروف هو برضو عنده الهدوء بيتعامل بهدوء اه مباراة ممكن يتعدل فيها الراجل بيطلع تتكلم على الاخطاء بشكل عادي وبعد كده الامور بتبقى احسن المباراة اللي بعدها فده شيء ايجابي عندك لعيبة برضو تتحمل المسئولية بتخلي بقى لك من النادي الاهلي لو رجعنا كده من حوالي شهرين اما كنا بنتكلم او من شهر ونص كان فيه تعادلات وراء بعض والناس بدأت تشكك في كلر وتغييراته كتير وتغييرات جوه الفرقة بشكل كبير جدا انما النجاح انه هو رجع تاني النجاح انه هو رجع لاستقرار الفرقة تاني النجاح انه هو وصل للتركيبة احنا اتكلمنا قبل الماضي بيوم على كهربا واتكلمنا على حسين الشحات واحمد عبدالقادر وكان فخر قبلها وقالنا هيدخل ممكن افشة هو لأ المنظومة دي نجحة فهو ما غيرش فيها فعلا لانه خلاص خليهم طالما ماشيين بشكل كويس اد الكهربا طالما ماشي بشكل كويس حسين الشحات نفس الكلام احمد عبدالقادر ممكن شوية وشوية بس خليه جوه المنظومة فدي رؤية مدير فني فانا شاف ان الاربع عناصر دون مكملين لبعض على عكس تماما نزة مالك اتكلم الحاجة الوحيدة اللي بأمانة اللي هي ماشية بشكل كويس مع نزة مالك في الاربع هي الجمهور الجمهور اللي مساند بشكل كويس اتكلم على اقدارة اقدارة بتهاجم لعيبتها وبتعمل مشاكل غير طبيعية واي كلام فأي كلام دي نقطة تتكلم على جهاز فني قرارات يعني طبعا فريرا مدرب كبير وتحليل المطشاط غير الرؤية العامة يعني اما قيم الاساس شبانة على 3-4 سنين او 20 سنة اعلام غير اما قيمه على حلقة النهاردة فتي تقييم فريرا عامة هو مدرب كبير اما تتكلم على مطشاط الوزا مالك اللي فادنا من اضعف المطشاط اللي قدها في حياته مؤثر جدا في نتيجة اللقاء انا كذا مرة اطلع معاك فاقولك ايه انا بقرة انا عمات هنبقرة المدربين اللي يعمل تغييرة ويروم حرق 3-4 لعيبة جوه الملعة يعني هو عمل كده يعني التغييرة عبدالغاني كان بيالعب ستوبر ده طلعوا ايه لعب بقرة ودخل الزنار جوه وطلع عمر جابر قدام وشوية وطلع عبشافي ونازل نمر في مكان مش مكان بص شوية زيزه يمين شوية زيزه يمين اللي هو عمال تحرق في اللعبين فدي حاجات سلبية الفرقة بشكل كبير دي بتأثر على العيبة جوه الملعة فانا شايف من اسوأ المبارات اللي عملها من ساعة مجاة مصر يعني سواء المرة اللي فاتت او المرات دي اسوأ مبارات ده تغييرات غلط بشكل كبير جدا اداء سيء طوال المبارات حتى يعني يعني ما بعمل تغيير ويأثر على الفرقة بالعكس ده هو بيزود تغيير غلط بعدها يعني تغيير اللي بانتو طبعا انا اغلط